وإلى بغداد حيث الاستحقاقات الدستورية تتقدم على غيرها من الملفات السياسية ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوة الغاء جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس والمقامة من قبل النائبين هيبة الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري لعدم الاختصاصة بينما رحلت إلى نهاية نيسان الجاري النظر بعضوية النائب شعلان الكريم في السياق أكد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى مزاحم الخياط أن منصب رئيس البرلمان هو من حصة تحالف تقدم التي ما تزال الكتلة الأكبر بين القوى السنية في مجلس النواب وبأربعة واربعين نائبا وفيما جددت كتلة تقدم النيابية تمسكها بترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب والتوجه لحسم هذا الاستحقاق بعد عيد الفضر يقول مطلعون أن الخياط ربما سيكون مرشح التسوية في الساعات الأخيرة من ماراثون التفاهمات في حال فشل صفقة الثلاث وزارات مقابل رئاسة البرلمان التي قد يلجأ إليها حزب تقدم حسب مطلعين